بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الله وإذا كنتم مؤمنين 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 وإذق كريم الزين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله 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 أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الله الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكاربون يجادلونك في الحق بعدما تبينك لأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون الله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفة وإذ يعدكم الله إحدى الطائفة لأنها لكم وتودون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ذابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل الله الله ويحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون